بالمناسبة وأنا بتكلم على الاتحاد الدولي خليني أقولكم كمان أنه على الموقع الرسمي للفيفا النهاردة الاتحاد الدولي كورت القدم أعلن أنه خصص أو تم تخصيص يعني 209 مليون دولار من خلال برنامج اسمه برنامج مزايا الأندية ال209 مليون دولار دول هتم تخصيصهم لـ 416 نادي بينتموا لـ 63 اتحاد عضو في اتحاد الدولي اللي شارك لعبتهم في كاس العالم في قطر عشرين اتنين وعشرين تقريباً تكلم على عشر تلاف دولار لكل يوم من الأيام اللي بيبقى فيها اللاعب مع منتخبه وبالتالي أعتقد أنه سفيد من ده في مصر هنا الأهلي والزمالك بما أنه ليهم طبعاً لعبين مشاركين في كاس العالم زي ما حضراتكم شايفين هو بير بلاير يعني لللاعب في اليوم يو اس دي عشر تلاف دولار تقريباً